العراق سيتأثر من مستويات عدة في الواقع هو يعاني من عقوبات أمريكية على الاقتصاد العراقي هناك عقوبات أمريكية فرضت على العديد من البنوك العراقية وحرمت من الاستفادة من نظام سويث البنكي الخاص بالحوالات والخاص بالمعاملات التجارية ونقل الأموال وترك ذلك الأمر لبنوك أخرى غير عراقية وهذا يعني أن هناك تدخل الأمريكي مباشر في الحالة العراقية على المستوى الاقتصادي فإذا كانت الأمور تطورت إلى المستوى العسكري فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد قبل أيام بأحد الخطابات أثناء حملته الانتخابية قال الرئيس المحتمل للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أنه لو تعرض إلى القتل فأنه سينتظر من أمريكا أن تقوم بمحو إيران من الخارطة أو من الوجود وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لكن هذه الجبهات ستنفتح لا أظن أن إيران ستسمح لإسرائيل كما قال بنغفير أو غالانت أو نتنياهو بالقضاء كما هو الحال طبعا في غزة أنهم يصرحون على النبي أنهم يردون إبادة حماس والقضاء على حماس وإنهاء وجود حماس وهم الآن يتحدثون عن حزب الله ويقولون أننا سنهني وجود حزب الله أعتقد أن دمار حزب الله أو إنهاء حزب الله في لبنان هو نهاية لمشروع المقاومة بالكامل يعني المشروع الذي ترعاه إيران والفصال العراقية والفصال اليمنية وفي سوريا وفي لبنان وربما حتى تحالفات ممتدة دولية باتجاه كوريا الشمالية والصين وروسيا وحتى منظمة بريكس وفانزولا وغيرها من الدول التي تناكف الولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الغربي والمجموعة الغربية التي ترعصها واشنطن ولهذا الكل ربما سيتدخل بمستوات عدة وبحسب نوع التأثير الذي سيطال أي مؤسسة أو أي جهة ولكن فيما يتعلق بشأن الحكومة الرسمية العراقي فربما لا يمكن حاليا على أقل أن تصور أن المؤسسة العسكرية الرسمية العراقية ستتعرض إلى ضربات سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل لديهم بنك قواعد وأهداف في العراق كما هو منالك لدى إسرائيل بنك من الأهداف في لبنان وفي اليمن وفي سوريا وعملوا منذ سنوات وأشهر على ضرب الأهداف الموجودة في هذا البنك وأيضا لدى إيران ولدى حزب الله ولدى الحوثيين ولدى الفصار العراقية بنك أهداف وتعلمين أن الجبهات ضد إسرائيل جبهات متعددة ومفتوحة ليست كالجبه الإسرائيلية التي هي جبهة محدودة ويمكن أن لو اشتركت جميع هذه الجهات في ضرب إسرائيل وبالفعل استخدمت أسلحة عالية لدقة وذات قدرة تدميرية هائلة فربما ستعدي إلى كوارث حقيقية في إسرائيل التي لن تتحمل ردات الفعل حتى مع تدفعات مسؤولين إسرائيلين بأن إسرائيل ربما تدفع ثمنا باهظا لكنها ستنتصر أو أنها بحاجة إلى دفع حدث ثمن الباهظ في المواجهة لكن لاحظتم كيف أن مجموعة من المواطنين بدروز تعرضوا بالأمس إلى ضربة في قرية مجدر الشمس في الجولان المحتل وكانت قدرة الصاروخ الذي قيل أنه بالخطأ أو أنه من نتاج القبة الحديثية في اعتراضه لصاريخ لبنان قتل أكثر من أو 12 إنسان وجرح العشرات ودمر مساحة وتوغل في الأرض كثيراً هذا الصاروخ برغم أنه كان يحمل عبوة تفجيرية تزن 50 كيلوغرام فقط فكيف إذا سنقم الصاريخ على الفترة والباليستية مثلاً أو طارات مسيرة وبكميات هائلة من جبهات متعددة سيكون الأضر مختلف لن تتحمله إسرائيل وربما هذا ما يدفع أولئات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى توخي الحذر في الاندفاع إلى المزيد من التوتر اتضحت الصورة سيدها